السلام عليكم ورحمة الله ورسم البياني المقابل بيوضح التغير في كتلة كل قطعة عايز تركيز المحلول التقريبي الذي لا يتسبب في نقص أو زيادة كتلة قطعة التفاح يعني عايز تقريباً تركيز المحلول اللي زي تركيز قطعة التفاح طيب هنا معدل التغير في الكتلة السفرية ما حصلش بهنا التركيز ده اللي احنا عايزين تمام طيب طبعاً المحور الأفقي ده عبارة عن تركيز محلول السكر وهنا عبارة عن معدل التغير حلو الكلام تمام جداً طيب إيه اللي هيحصل بقى هنا كده يا دكتور بص يا دكتور أول حاجة هنبدأ نوصل الأربع نقاض بعض وهنشوف من النقطة الخط أو النقطة اللي هتمر بخط الصفر الصفر اللي احنا قلنا مفيش معدل تغير هنوصل للنقطة زي عنبساط كده وبعد كده الصفر بعين وبعد كده عين بلين هدي كده وصلنا ونبدأ نختار النقطة اللي تم فيها الالتقاء اللي هي النقطة دي تمام طيب بص كده لحد هنا كده عبارة عن عشر ده اللي هو تلات مربعات النص هنا اللي هو عبارة عن خمسة نصها تمام طيب مين اللي أقل منها على طول النقطة دي يبقى اللي أقل من خمسة مين اللي قال من خمسة في الاختيارات ما بيش إلا الاربعة في المية. دي الاختيار. طب ليه ما تنفعش البيين. عند سبعة في المية. تمام. لو احنا جينا اتحركنا اربعة خمسة ستة سبعة لحدنا مثلا. هنلاقي ان لحد خمسة كنا واحد من عشر. اتحرك شوية لحد سبعة في المية. هنلاقي نفسينا نزلنا هنا. ده كده هنا سبعة في المية. نقطة دي. هنلاقي نفسينا نزلنا هنا عند اتنين من عشرة. يعني يقل الحجم مقدار اتنين من عشرة. لو طلعنا لحد عشرة في المية. انا بقول لك الاختيارات الموجودة. هنقل الحجم مقدار تلاتة من عشرة. ولو رحنا لحد خمستاشر في المية هنا. تمام? هنقل بمقدار اربعة من عشرة. يبقى الوحيدة اللي هيظل سابت لا يزيد ولا يقل عند اربعة في المية. طيب. جميل جدا. السؤال التاني. يلا دكتورة. بيقول لي هنا اي الحالات التالية تتسبب في فتح قنوات الكالسيوم الموجودة بالنهاية العصبية الحركية. المفروض العصب فيه بوابات كالسيوم هنا. اللي تفتحه السيال العصبي اللي موجود. تمام? عشان يخصى السيال العصبي يعني زال تستقطاب لازم يبقى جوه موجب وبره سالب. دي ما تنفعش لازم العكس. دي ما تنفعش لازم جوه موجب. دي ما تنفعش لازم جوه موجب وبره سالب يبقى دي. طيب. السؤال اللي بعده. شكل المقابل ده بيمثل حالتين مختلفتين بس لنفس العضلة. وفي نفس الشخص. تمام؟. ادي الحالة الأولى العضلة انقبضت. يعني زاد السمك بتاعها وقصرت ثم انبسطت مرة تانية. طب هنا العضلة انقبضت وفضلت منقبضة. مفكتش. اي مما يلي يميز حالة العضلة. الف عن العضلة به. يعني ايه اللي موجود في العضلة الف ومش موجود في به. ان العضلة الف هي شد عضل. عملت انقبض ومفكتش. طب هل الشد العضل بسبب تراكم حمض اللي اكتيج؟ لا. ده بيعمل تعب. اجهاد عضل مش شد. زيادة تركيز الكالسيوم في الساركوبلازم برضو لا. وما ليه اللي ممكن يعمل الكلام ده؟ نقص جزيات الاتب. لان لو ما فيش ايتي بي الاكتين مش هيفك من المايسين. تمام؟. وطبعا غياب النواق العصبية ما بيعملش انقبض في الاساس. لبقى ده السؤال رقم 3. طيب رقم 4 من نتيجة المترتبة على حدوث كسر في اكبر المتمفصلة اللي هي الفقرة القطانية الخمس. اللي خمس. تمام؟ اللي ممكن يحصل لها ككسر؟ يعدي في المنطقة دي الاعصاب لتغزي الاقدام. او مش لازم كسر ممكن يبقى فيه انزلاغ وضروفي في المنطقة دي والسؤال واحد. هل صعوبة في التنفس؟ لا. التنفس ده يبقى فيه صعوبة لو في الفقرات الظهرية. انه ببا بكلم في الفقرات القطانية. ألم اثناء حركة الجزء العلوي من الجسم؟ طيب خليها وهيبقى فيه ألم طبعا. تمام؟ أثناء حركة الجزء العلوي. لما هجي حركة جسمي كده. هيبقى فيه ألم طبعا. لأن فقر الظهرية مكسورة. طيب نقص عدد كرات الدم الحمراء؟ لا. لأنه نخال العظام موجود في ماكين كتيرا ما جاتش على الفقرة دي. ناصر امداد الدم العظمة القص ملاش علاقة. يبقى فعلا هيبقى فيه ألم أثناء حركة الايه؟ الجزء العلوي من الجسم. لما هجي حركة ضهرية ولا حاجة؟ الجزء بتاع الكسر هيوجعل. تمام؟ نيجي بعد كده السؤال رقم خمسة من الحاجات برضو اللي حلينها قبل كده. وإيه فكرته؟ بيقول الحركة الموضحة بالشكل المقابل بتحدث تحت تأثير. طيب بص كده معي. المفروض إن ده سطح التربة. تمام؟ وعندي هنا الساق اللي هي القرمة والبصلة وده غذاء مخزن في ضرنة البطاطس. وهنا كده عبارة عن الجزء. هو إيه اللي يخلي النباتة ينزل تحت سطح التربة حركة. حركة بلايه؟ هل محليق؟ لا فيش هنا محليق. حركة بالجذور الشدة أو حركة الشد بالجذور الشدة. ده المفروض اللي هي اللي بيحصل عشان تبقى على بعد مناسب من سطح التربة عشان تقاوم الأجزاء الهوائية تقاوم الرياح. طيب هل ده انتحق ضائمة؟ ما فيش ضوء موجود. قوة الشد في المحليق ده مش محلاق. وبأكيد مش انتحق أرض. طيب رقم ستة بتوضح الصورة التي أمامك تمرينات لعضلة الرأب. أنك تجيب رأسك كده كده. تبدل تعمل كده بالمنظر ده. تمام. بنستنتج من التمرينات السابقة أن المفاصل التي توجد بين الفقرات العنقية على طول ما تفكرش مفاصل زلالية. تمام؟ بس خلي بالك هل كلها زلالية؟ لا. المفروض في زلالية في كلهم ولكن في البعض غضروفي الغضروفي اللي هو ايه؟ ما بين الفقرة والتانية ما بين الفقرة والتانية. جسم الفقرة وجسم الفقرة ده مفاصل غضروفية. أما ما بين النتوءات المفصلية الأمامية والخلفية بيبقى فيه مفاصل غضروف ماشي زلالية. يبقى كده فيه الاتنين غضروفية وزلالية. كون إن إحنا بنقدر نتحرك بالمنظر ده. سبعة. أي رسومات البيانية التالية هي الأكثر دقة في التعبير عن اتساع التجويف الصدري من أعلى لأسفل؟ طبعا كل ما بنبقى أعلى التجويف بيضيق وكل ما بننزل كل ما بيزيد التجويف الصدري. تمام؟ أهو. ترتيب أزواج الضلوع. كل ما بنبدأ ننزل تمام؟ لحاسة تزوج رقم عشرة. هنلاقي كل ما بنبدأ نمشي العدد بيزيد بيزيد أو الاتساع بيزيد. تمام؟ تمام. وبعد كده لحد ما نوصل لحد إيه لحد معين. هل بيرجع يقل؟ لا. تجويف الصدري بيبقى عامل كده. أهو. هل رجع علي كده تاني؟ لا. ما بيقلش كده تاني بيبقى عامل كده. يبقى بيبقى أوليل وكل ما بنبدأ ننزل في الترتيب يعني بينزيد في الترتيب كده كل ما بيزيد في الحجم العلاقة ترضية. تمام؟ دي ما تنفعش عشان بتقل. دي ما تنفعش لأنها بتقل في الأول. دي ما تنفعش لأنها بتقل. دي الوحيدة اللي تنفع عشان بتزيد. تمام؟ أوكي. سؤال رقم تمانين. أمامك رسم بياني يوضح نسبة الدهون في الجسم لشخصية. أي الاختلالات الهرمونية التالية بتفسر حالة الشخصية. ركز كده معايا واحدة واحدة. إيه اللي حصل لنسبة الدهون في الجسم؟ شخص C نسبة الدهون بتاعته بتزيد. شخص صد نسبة الدهون بتقل. الشخص اللي في النص ده نسبة طبعية أو دي النسبة الطبعية. من الاختلالات الهرمونية اللي بتفسر حالة الشخصية؟ حالة الدهون بتزيد يبقى ده بطء في الحرق. والبطء في الحرق يعني نقص هرمون الغدى الدرقية. تمام؟ أما نسبة الدهون لما بتقل. ايه اللي ممكن يحصل? يبقى ده كده زيادة في الحرق. يبقى كده نسبة الثيروكسن عالي. طيب هل الحاجة اللي فوق دي زيادة الدهون ممكن سبب بسبب الانسلينة? الانسلين العادي بيكون دهون زيادة. فتعال نمسك. هل سين بيعاني من تلف خلايا بيتا? بالعكس. لو ما فيش بيتا مش هيبقى فيه انسلين. ولو ما فيش انسلين مش هنعمل دهون. يبقى بدي نفعش. طيب سين بيعاني من قصور في الغدة الدرقية اه? تنفع. اللي هو ميكسيديما. عنده نقص هرمون الثيروكسن يتنفع. وبالتالي نقص الايه? الحرق. فبيتراكم دهون. صاد بيعاني من تلف ما فيش ملاش علاقة بخلايا الف خالص. اللي هي الجلوكاجون. وصاد بيعاني من قصور في الغدة الدرقية. مش قصور. ده عنده الزيادة في الافراض. كلمة قصور معناها نقص في الافراز. وده فعلا متحقف في الحالة اللي فوق. انما تحت ما فيش قصور فيه فرض او في افراض. يبقى دي برضو غلط يبقى لاجابة بين. عظيم جدا. خش بعدك على السؤال رقم تسعة. المفروض الراجل ده عمل عملية جراحية. جايب قبل الجراحة بالمنظر ده وبعد الجراحة جايبها بالمنظر ده. هنا بيظهر تعرض الحبل الشوكي للضخم. حلو? تمام. مما تطلب القيام بعملية جراحية لازالت بعض اجزاء الفقر. ازالنا بعض الحاجات من الفقر زي ما انت شايف. يعني مفيش هنا النتوء ايه شوكي شلناه. تمام. وبعد كده ازالنا بعض اجزاء الفقر. دي كده العملية. اجب مماشي موضع هذه العملية الجراحية. يقع في نفس اتجاه عظمة مين? يعني المفروض ده كده تجاه الخلف. اللي تجاه الخلف ده مين اللي نحيت ورا? المفروض لوح الكتف. صح. ليه يا دكتور? انا قلت لك اللي تشال النتوء الشوكي. احنا شغالين ورا. مين اللي نحيت ورا? الترقوة امامية ما تنفعش. الويرك برضو امامية ما تنفعش. العانة امامية ما تنفعش. ببقى لوح الكتف عظمة ظهرية مسلسة الشكل. طيب رقم عشرة. من خلال دراستك للشكل المقابل النتائج المترتبة على تلف وضمور الخلية سين. طيب سين دي خلية عصبية مفرزة موجودة في تحت الميهاد الهايبوصالة ماسو بتنزل ليه الفص الخلف. طيب لو حصل لها تلف وضمور هيقل ال اي دي اتش. وبرضو هيقل الاكسيتوسن. صح ولا لا? عايز بقى تقولي النتائج المترتبة على الكلام ده. يلا. حجم البلازمة. المفروض ليه دي اتش كان بيزود حجم البلازمة وحجم البلازمة يقل? تنفع دي ودي ودي. طيب اسموزية البول. المفروض ان احنا كده مش هناخد مية من البول. فيفضل المية مخففة تركيز البول فتفضل اسموزية قليلة. يبقى دي ودي. يبقى كده دي ما تنفعش. طيب واكده الاخيرة برضو ما تنفعش عشان يزداد الاولى. شكل كرات الدم الحمرة. احنا كده المفروض الدم تركيزه الاسموزية في الدم هتبقى عالي. فتسحب مية تمام كده من كرات الدم الحمرة. مش احنا المفروض ال ايدي اتش بيودي مية للدم حلو. احنا دول الوقت مش هنودي مية للدم فيفضل تركيز الملح في الدم عالي. قادي تركيز الملح ودي كرات الدم الحمرة. لما هنا يبقى عالي هنسحب من الكريات مية. في ساعتها تنكمش. يبقى هنا مون كامشة. يبقى الرسم يوضح تركيب احدى العضلات الهيكلية تمام واللي موجود عندنا هنا ده عبارة عن العظمة وده عبارة عن الوطر اللي هو الابيض تمام بيصل العظمة بالعضلة وده عبارة عن العضلة نفسها كون من حزم عضلية وكل حزمة دي صلعنا منها حزمة بتتكون من اليافة عضلية دي ليفة وكل ليفة بتتكون من الوايافات عضلية ما أهم ما يميز التركيب رقم واحد اللي هو الليفة العضلية أو الخلية العضلية ايه أكتر حاجة بتميزها قدراتي على الانقباض والانبساط ذاتيا لا ما ينفعش ذاتيا عضلة الهيكلية عضلة إيرادية لازم تحكم إيرادي احاططي بغشاء مش حاجة بتميزه أويان ما كلهم محاطين بغشاء طب احتوائي على أكثر من نواة الخلية دي خلية عضلية وتعددت الانوية الخلية الوحدة فيها كده نواة طب الانوية موجودة في مركز الخلية لا موجودة مباشرة تحت غشاء الخلية يبقى لجابة جيد بيتكون من بروتينات مش حاجة مميزة ما كل العضلة فيها بروتينا طيب بعد كده 12 الشكل المقابل بيوضح تجربة معملية تم خلالها وضع بذرة نباتية وزراعتها على قرص دوار تمام تمام وبعد كده الاختبار تأثير الجاذبية الأرضية على اتجاه نمو الساق لما البذرة تبدأ ايه التنمو تمام تمام وهنا ده اتجاه الدوران بتاعنا بيلف كده حلوة قوي اي مما يلي يمثل براعم البادرة الناتجة بعد سبع أيام من بدء التجربة فكس كده وما تترع وصيح حبيبي هل القرص اللي موجود ده بيدور ولا ثابت لو هو ثابت المفروض الجذر هيحصل له ايه الساق سوري الساق ترسب الأكسينات أكتر تحت فيبدأ ينمو لأعلى صح؟ والجذر هو اللي بينمو لأسفل ده اللي بيحصل في حالتنا هتبقى ثابتة ولكن مما انها بتدقى تدور بشكل مستمر فكل ما يجي يحصل اتجاه نموه في حتة لما تبدأ ترفي حتة اللي نمت لفوق ترجع لتحتها لي فتستقيم فيفضل كل مستقيم مش هيتغير أي حاجة خالص تمام؟ وده الكلام المظبوط قوي 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 طيب تعالا بعد كده الشكل التالي بيوضح ثلاثة أشكال مختلفة للعضلات لازم تبقى فاهمهم الشكل الاستوانات المتوازية دي عبارة عن العضلات الهيكلية تمام والشكل اللي هو عبارة عن البرانشاة المتشابكة أو اللي هي مد فيها تفرعات تمام؟ وبردو استوانية دي العضلة القلبية يبقى بقى آخر حاجة الشكل المغزالي اللي انت شايفه ده للعضلات الملسأة تمام أي البداية تمثل الوظائف البيولوجية التي تؤديها العضلات يلا ألف الاعضلات الهيكلية بتضخ الدم لا بتثني الدراعة تنفع تمام؟ تحفظ توازن الجسم أثناء الوقوف بعضلات الجزع والرجل وكلام ده صح تمدد المثانة ملاش علاقة يبقى دي غلط ودي غلط طيب اللي بعدها عضلة القلب هل ليه علاقة بتمدد المثانة؟ لا ضخ الدم تنفع يبقى الحد دلوقتي مختارين جيم الملسأة قروج الجنين أثناء الولادة تنفع اللي هو عضلات الرحم يبقى الإجابة بالنسبة لي جيم أوكي 14 ادرس الرسم التخطيتي التالي الذي يوضح نشاط إحدى الغدد الصماء في الإنسان ثم استنتج عندي غدد أفرزة هرمون في الدم الهرمون هيبدأ يجي للحد الأمعاء الضقيقة فيبدأ يزود السكريات الوحدية في الدم يبقى الهرمون ده عبارة عن الثيروكسن لأنه بيساعد على امتصاص السكريات الوحدية تمام بيعتمد إفراز هرمون سين اللي هو الثيروكسن على هرمون بيعتمد على التي سيتش وده عبارة عن تنبيه هرموني تمام؟ تمام جدا دكتورا اللي بعده يلا خمسة اشر بيقول لي أي الوظيف التالية لا يؤديها التركيب سي في الجسد طيب فين سي؟ أهو عبارة عن مين؟ عبارة عن الغدروف اللي هو اللي مبين ده كان عبارة عن غدروف اللي بيغطي سطح العظمة اللي تحت طبعا الواف ده عبارة عن الرباط بيربط ما بين عظمة وعظمة وده عبارة عن الثالث دولالي اللي موجود هنا تمام سي بقى بيقول لك أي الوظيف لا يؤديها الغدروف تجميع الموجات الصوتية في الود هو مش لازم بقى في الرسمة ويكلم عن الغدروف عمو من التركيب تجميع الموجات الصوتية بيجمع عن طريق الأذن وصوان الأذن بيجمع تمام؟ زيادة مرونة المفاصل بيدي مرونة للمفاصل طب خليها مع أنها فعلا بيدي مرونة لأنه بيمن على احتكاك أو بيقل احتكاك استمرار دخول الهواء عشان بيبدأ الممرات التنفسية لأن القصبة الهوائية محاطة أو جواها حلقات غدروفية على شكل حرف سي الجدائرة كاملة تجعل القصبة مفتوحة باستمرار تمام طيب نقل الطاقة الحركية من العضلات للعظام ما لوش علاقة بنقل الطاقة خالص يبقى دي بالنسبة لنا الإيه الإجابة اللي هي ده تمام؟ وطبعا مش بيكلم عن الغدروف بشكل خاص في المفصل هنا بيكلم على تركيب الغداريب بشكل عام يبقى بيزود برضو من المفصل لأنه بيقلل احتكاك طيب نيجي بعد كده الرسم البياني المقابل يوضح تغيير ضغط الامتلاء في خلايا نبات أرضي خلال ساعة اليوم ما الذي يمكن استنتاجه من هذا الرسم؟ طيب ركز كده معي ضغط الامتلاء كان حلو قوي لحد الساعة تمانية تمام؟ من تمانية هنا بقى ابتدى ضغط الامتلاء يقل لحد ما وصل لعشر يبقى كده المناع الدعامة الفسيولوجية فقدناها يبقى يتناسب ضغط الامتلاء طرديا مع معدل الايه؟ مع معدل النتح هل ده بيحصل؟ كل ما الامتلاء يزيد يعني كل ما الانتح بيزيد الامتلاء يقل علاقة عكسية مش طردية معدل النتح عند عشرة صباحا أعلى منه عند 12 ظهرا تمام؟ قيد 12 ظهرا نايم حل النتح هنا ضغط الامتلاء قال لي بقى النتح كتير طيب ده كده اللي هو عشرة صباحا عند 12 ظهرا هنا ابتدت الضغط الامتلاء يزيد فابتدت دعامة الفسيولوجية تزيد يبقى الحتة دي معدل النتح المفروض عند عشرة صباحا أعلى منه عند عشرة ظهرا أو 12 ظهرا ماشي يبقى دي كده صحيح تقل قوة الدعامة التركبية بالاقتراب من عشرة صباحا الدعامة التركبية ملاش علاقة بضغط الامتلاء يصل النبات لأقل معدل نتح عند الساعة السادسة مساء تمام؟ أقل معدل نتح اللي هو اللي كان في البداية هنا تمام؟ هل 6؟ لا أقل معدل نتح هنا عند الساعة الرابعة يبقى دي برضو إيه غلط واخترنا الرقم به طيب ادرس الشكل المقابل أي الخلايا التالية تفرز الهرمون المسؤول عن استطالة التركيب أي وبي طيب ده هرمون النمو المفروض مين الخلايا التالية اللي بتفرزه هرمون النمو يفرز من الفصل الأمامي؟ يبقى عبارة عن خلايا غدية في الغدة النخامية صح ولا لأ؟ تمام بعد كده 18 من خلال دراستك للشكل أي مما يلي يمكن أن يمثل المادة X خلي بالك دي حويصلات الحويصلات دي بدأت تفرز في وعاء دمو هرمون راح لخلية مستهدفة يبقى عشان يبقى عندي حويصلات خلية حويصلية بتفرز هرمونات يبقى دي غدة درقية متنفعش البنكرياس الجزء القنوي لا لأ لأنه ما بيفرزش في الدم عارف لو جاب لك هنا دي أمعاء يبقى ساعدة نقول إن دي بنكرياس وجزء القنوي اللي هو العصارة الباكرياسية ولكن قالك في الدم يبقى هرمون والغدة الوحيدة الحويصلية بتفرز هرمون قالوا ياد درقية مين بقى المادة X اللي بتفرز فيروكسين أو الكالسيتون تمام حلو خشي بعد كيف رقم 19 بيقول لي بقى إذا علمت أن سمك جدار الخلية النباتية بدون تغلط من غير ما بقى فيه تغلط حاجة بيتراوح ما بين 8 إلى 20 أو 120 نانوميتر ادرس الجدوى اللي بيضح سمك أجزاء من جدر بعض الخلية الدعمية تمام هنا السمك زايد هنا خلال الرنج هنا زايد قوي تمام حلو قوي قال لي الخلية الدعمية هنا بقى سين نفذية الجدار بيبقى منفذ يعني فيه تغلط بس منفذ يبقى ينفع ده يبقى سليلوس وبعد كده ده برضه منفذ يبقى ده كده مش تغلط يبقى ده خلية برانشمية إنما الأولى كانت كولانشمية 190 بقى وغير منفذ ممكن يبقى لجنن أو أو اللي احنا عارفين أي من ما يالي يمثل خلية الأتام اللي فيها سليلوس دي ومغلظة يبقى كولانشمية لازم نبدأ بدي أو بدي يبقى دول ما ينفعوش طيب والتانية لازم تبقى برانشمية أهي يبقى الثالثة خلية لي فيها غير منفذة تمام أوكي تمام بكده رقم 19 قلنا عليها تبقى كين يلا عشرين أمامك رسم بياني وضح معدل انقباض عضلات الساق لمتسابقين تمام في سباق الماراثن ماذا تستنتج من خلال دراستك للرسم ركز كده وقول لي المتسابق واحد ماشي انقباضاته سريعة ده الفرم بين الانقباضة والتانية أما المتسابق اتنين الفرم بين الانقباضة والتانية أوسع فده أبطأ بطيء تمام حلو قوي يعني في نفس الفترة الزمنية ده عمل انقباضة التانية التالتة الرابعة الخمس أما ده عمل واحد تمام اتنين تلاتة يبقى المتسابق اتنين بطيء أما ده سريع تمام قال لي ايه اللي بتستنتجه بقى المتسابق اتنين بيختزن كمية جيلايكوجين أكبر من المتسابق واحد تمام يعني نقدر نقول يختزن كمية جيلايكوجين لا مدام بينقبض ببطء يبدأ تعب عضلي مش قادر تمام يبقى ديه غلط مفيش جيلايكوجين مختزم ماشي لأنه خلصه المتسابق واحد بيستهل كمية اتب أكثر من اتنين طبعا لأنه بينقبض بقوة أكبر دي الإجابة كمية حمد اللاكتك المتراكمة في عضرة متسابق اتنين أكبر من واحد والله المفروض بص تعالى نرجع تاني للنقطة رقم ألف بيقولك المتسابق اتنين بيختزن كمية جيلايكوجين أكبر من المتسابق رقم واحد ركز كده واحد دعم لي انقبض بقوة وسريع تمام بس التاني بيجري على مهله ماشي هو قوة الانقباض ده كده معدل الانقباض تمام في الزمن تمام ركز هنا قوة الانقباض قوية بس المعدل أولاية المعدل اللوغة السرعة هنا قوة الانقباض أضعف بس المعدل كتير يبقى القوي تمام ده كده بينقبض أقوى ماذا بينقبض أقوى يبقى استهلك الجيلايكوجين وحوله الجلوكوزة عشان يجيب طاقة يبقى ده ما بيختزنش أكتر ولا حاجة بغلط بينما واحد قلناه خلاص كمية حمد اللاكتك المتراكمة في العضلة المتسابق اثنين أكبر من واحد لا لأنه ببينقبضش بسرعة وماشي على مهله فما فيش كمية كبيرة المسافة التي يقطع المتسابق اثنين أكبر من واحد غلط طبعا ده بيجري بسرعة أقل بمعدل أقل واحد بيقطع مسافة أكبر يبقى الإجابة به طيب اللي بعده 21 الشكل المقابل بين يبين الورقة المركبة الريشية لإحدى النباتات البقولية والتي تحولت فيها بعض وريقاتها إلى محليق ما نوع المثير أو المثيرات التي يمكن أن تستجيب لها هذه الورقة ده المحلق وده الورايقة تمام طالع منها لإيه المحليق بالمنظر ده تمام يقدر يستجيب لإيه فكس كده المفروض ينفع الورايقات دي تستجيب لللمس ولا ما ينفعش التي تستجيب لها هذه الورايقة طيب مدام في محلق يبقى لازم يلف حوالين حاجة يبقى لازم بقى فيه ساق تمام معدني أوكي وبعد كده الضوء الظلام إنها تفتح وتفتح مع الضوء وتقفل مع الظلام بتنفع تمام تمام جدا جدا يبقى ده بالنسبة لي جيم عارف لو ما كانش جايب المحلق خالص كنا نقول ده يبقى فيها اللمس كمان تمام أوكي بعد كده اتنين وعشرين أمامك مخطط يوضح التراكيب التي ينتقل من خلالها الماء حتى يصل إلى الورقة صح تمام يدخل عن طريق الشعارة الجدرية لحد المشي في المجموعة الجدري ما يبدأ يطلع في الساق تمام في الأوعية والقصائبات لحد ما يبدأ يوصل إلى أجزاء الورقة حلو ما نوع الدعامة السائدة في كل تركيب تركيب إيه اللي هو الورقة الورقة عليها خلالة بشرة تمام يبقى خلالة بشرة دي لو جيد بسيت نوع التراكيب اللي موقعه شو دي تريم علش دي كده خلالة بشرة أنا دي خلالة النسيج المتوسط دي بتبقى خلالة برانشمية يبقى الخلالة برانشمية بتبقى في السلاجية يدية دي تمام بعد كده دي خلالة بشرة خلالة بشرة دي المفروض فيها كيوتيني كيوتيني بيبقى تركيبي ويشارك في الفيسيولوجي يبقى تركيبها في السلاجية وبعد كده سي الأوعية والقصائبات مغلظة بليجنين يبقى دا تركيبية وبعد كده دي الشعارة الجذرية بيبقى ماينفعش يبقى مترصب عليها حاجة بخلالة برانشمية في السلاجية عشان يقدر يعدي مياه يبقى لجابة بالنسبة لي به تمام يا بطر؟ أوكي 23 أي رسوم البيانية التالية يوضح التغيرات المتوقعة في معدل النب وكمية الجليكوجين في الكبد معدل دي العلاقة معدل النب وكمية الجليكوجين اللي موجود في الكبد عند حانة حيوان تجريبي بخلاصة نخاع الغدى الكضرية اللي هو الأدرينالين المفروض الأدرينالين دا لما يبدأ يزيد هيقلل الجليكوجين ويزود معدل النب تمام؟ هيقلل الجليكوجين اللي موجود في الكبد والعضلات تمام؟ يبقى المفروض معدل النب اللي هو الأزرق يزيد أهو وعندي كمية الجليكوجين بتقل دا المفروض اللي هي لا يحصل؟ يمشو في هذا الاتجاه يبقى دي الإجابة اللي يجيب تمام خش بعد كده على 24 افحص الشكل المقابل ما الهرمون الأساسي الذي يتحكم في معدل حدوث هذه العملية في طفل عمره 10 سنوات دا عبر عن أحماض أمينية ارتبطت عمل السلسلة تعديد بالطايد عمل البروتين تمام؟ الهرمون الأساسي في تصنيع البروتين هو الـ GH دا الهرمون الأساسي ممكن إنسولين بيساهم بس الأساسي هو الـ GH طيب 25 الشكل المقابل بيوضح تغير الحادث في فرق الجهد للساركوليم انتيجة وصول أوامر من المخ للعضرة دا كده عبارة عن السيلة العصرية أي الهرمونات التالية يؤثر بشكل مباشر على تغير فرق الجهد من سين إلى صوب دا المفروض بيحصل عن طريق دخول أيونات السوديوم إلى داخل الخليل تمام؟ من الذي يتحكم في السوديوم أكيد الالدوسير على طول شوف أنا جبتها إزاي وهي فكرت فيها إزاي في حدود دراستي طيب 26 أمامك فقرتين قال لي أي مما يلي يميز الفقرة به عن الفقرة ألف قد الفقرة به تمام؟ يعني مش باين فيها هوي النتوات المفصلية الخلفية ويهي صغيرة شوية نقدر نقول إن دي أصغر من القطنية دي أكبرهم ودي أصغر منها بدي ظهرية ودي قطنية أعرفها إزاي لما يجو جنب بعضه يعنيها بتحفظ برضا طيب إيه بقى اللي يميز الفقرة الظهرية بتتصل بالضلوع في منطقة استدر تنفي فقرات الظهرية هي المتصلة بالضلوع تنتمي لأصغر الفقرات المتمفصلة لا أصغر الفقرات دي العنقية تتحمل أكبر ضغط لا اللي بتتحمل أكبر ضغط ألف مش به تقابل المثانة لا أكيد مش تقابل المثانة بتقابل الرئة والقلب والكلام ده يبقى ألف طيب 27 ادرس الرسم البياني الذي أمانك عندي هنا جذور خط الأسود وعندي السقان منحنة الأزرق قادي هنا نسبة التنشيط واللي تحت نسبة التثبيت تمام ما تركيز الأكسين الأفضل الذي يستخدم في القضاء على الأعشاب الضرة لو إحنا عايزين عايزين نعمل أعشاب ضرة نعمل إيه بقى بالضبط ركز كده معي يبقى لازم الأعشاب الضرة أمامك سيقان وجذور الذي يستخدم في القضاء على الأعشاب الضرة ماشي لو خدت بالك أتلاقي أن الأعشاب الضرة هنا لما تثبت تماما لما يقل لنموها خالص في القضاء على الأعشاب الضرة تمام هنا بتقضي على الجذور إلى عشرة أس زيرو يعني مع عشرة أس ثلاثة هتقضي على السقان والجذور الاتنين يعني عشرة أس ثلاثة أوكي تمام تمانية عشرين الرسم المقابل يوضح جزء من ورقة تحتوي على ثلاثة خلايا خلايا متوسطة سفنجية بتحمل أسماء البي كيو ور وتوضح الأسهم اتجاه حركة الماء بينها تمام دايما دي اللي بتاخد يبقى دي أر أعلى ومتركيزا ودي أعلى يعني يعني مثلا لو دي تسعة في المية مثلا دي هتبقى سبعة في المية يبقى دي أقلهم خالص خمسة في المية لأنها دايما بتدي طيب من ترتيب الصحيح لقيمة ضغط الاسموديل لدي الخلايا من الأعلى الأقل أعلى حاجة اللي عندها تركيزا عالي اللي هي R وبعد كده البي وبعد كده كيو RBQ اهي ب تمام تسعة وعشرين أمامك رسم بياني يوضح معدل نمو ساق نبات أجريت عليها عدة التجارب صح أي المراحل التالية تعبر عن نتيجة تجربة عزل القمة النامية عن ساق النبات بصفيحة من المايك ادي صفحة المايك ويادي الساق هلا يبقى فيه انت حقق النمو لا لا يوجد انتحاء ولا نمو تمامادي نمو والساق نتيجة تجربة تعزل القمة النامية هتبقى في الفترة اللي هي دي مش نمو ودي فترة بي ودي اهي اوكي مش اي نمو خالص نيجة سؤال رقم 30 الشكل الذي امامك يمثل جزءا من احد اطراف الجسف اذا علمت ان كل من عين وصاد عين عظمة وصاد عظمة قال لي انسجة هيكلية غنية بالكالسي فاي البداية التالية صحيح كل من سين ولام سين ده عبارة عن وطر ولام عبارة عن روباط اللي اتنين يتصل به اعصاب حركية لا فيش اعصاب للاوتر والايه والاربطة النسيج لام لوالروباط اكثر متانة من النسيج سين لا العكس الوطر اكثر متانة من الروباط مما لو قال لك اكثر مرونة صح النسيج سين اللي هو الوطر يحدد اتجاه حركة النفس لا ده لام طب النسيج سين اقل مرونة من لام طبعا لسه اي لها ان الاربطة تبقى اكثر مرونة اللي هي لام اكثر مرونة تمام نيجي بعد كده 31 الشكل المقابل يمثل عدد الالياف العصبية الحركية وعدد الالياف العضلية الموجودة في اربع عضلات مختلفة تمام عدد الالياف العصبية وعدد الالياف العضلية الموجودة في اربع عضلات مختلفة حلو علما بان الكتير عدد الالياف العضلية والولاي العدد الالياف العصبية اي من هذه العضلات ينتج عن اثاراتها بشكل كامل اقصى قوة انقباض تمام اللي عندها عدد الياف عضلية اكبر ولا اللي عندها عدد الياف عصبية اكبر اكيد طبعا اللي عندها عدد الياف عصبية اكتر لانها تدي كهربا اكتر فتبدأ تحفز الياف عضلية اكتر من اكتر حد عنده الياف عصبية اللي هو الازرق اهو صوت ده اكبر واحد يبقى صوت تمام يبقى قوة الانقباض هتعتمد على عدد الالياف العصبية او عدد الوحدات الحركية طيب نيجي بعد كده اتنين وثلاثين عندك شكل هاي القفى الصدري عضلات ما بين الضلوع عضلة الحجاب الحاجز وعضمة القصد مدر جانبي وعندي هنا الرئة بين منها جزء تمام اوكي نيجي بعد كده اي العضلات تظر في حالة لا استقطاب عند الانتقال من الوضع اكس الى وان يعني لما نبدأ نعمل شهيق من العضلات اللي تنقبض المفروض في الشهيق بيبقى العضلتين عضلة الحجاب الحاجز بتنقبض يبقى فضع لها استقطاب والعضلات ما بين الضلوع يبقى المفروض اللي اتنين اوكي هلو او تمام يا دكتور لو اسناس دفير يعمل استهم بالعكس حجم القفة الصغري يقل وساعتها اللي بيشتغل ما فيش عضلات العضلات اللي انقبض تنبسط بس وساعتها لو قالك بيحصل لها بقى عودة استقطاب يبقى الاثنين نيجي بعد كده يوضح الرسم البياني المقابل التغير في جهد غشاء تمام خليه عضلية تم اثارتها بمؤثر ملائم الشدة اي مما يلي افسر التغير في جهد غشاء الخلية خلال المرحلة صاد صاد لما الكير بيطلع او المنحنة ده بيسموها ازالة استقطاب ودي بتبقى بسبب ازالة او سريد دخول ايونات السوديوم داخل الخلية العصبية ايه بقى ليفسر الموضوع ده هل فتح قنوات الكالسيوم الموجودة بالنهاية العصبية والفتح قنوات السوديوم موجودة بغشاء ليفة العضلية او كده صح لو ده جهد غشاء العضلة يبقى بيحصل دخول للسوديوم يبقى فتحنا قنوات السوديوم صح تمام هل زيادة نشاط انزيم الكوليني استريس بالعكس ده كده ما بيشتغلش وبيشتغل في المرحلة عين عشان يعمل انبساط زيادة تركيز الكالسيوم برضو لا اهي بفتح قنوات السوديوم عشان يبدأ يعمل ازالة استقطاب طيب من خلال دراستك للشكل المقابل الخلية سين بتوجد فيه تمام لو دي كده الخلية سين ده كده اشتغل هنا وينة كده اشتغل وينة كده اشتغل يبقى الخلية دي موجودة فين نركز كده مع بعض اوكي 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 اوه بص بقى ده حاجة مهمة جدا مين الهرمون المميز قوي هنا الاسيت اتش ليه لان الاجيتش بيشتغل على اي وحدة والانسولان على اي خلية انما الاسيتش بيشتغلش الا على خلية واحدة قشرة الغودة الكطرية ماشي اجامد يلا خمسة وتلاتين الدعم والحركة الهرمونات من الشباتر الجميلة اوي اوي يعني العزيزة على قلبي الشكل المقابل بيعبر عن التغيرات اللي اتحدث بشكل دائم في المسافة بين خطي زد في قطعتين عضليتين تقع كل منهما داخل لي في عضلية منفصلة تمام ده المسافة بين خطي زد ده خط ده خط تمام هنا المسافة بتبدأ تقل عكبتاد تزيد عكبتاد التقل وعكبتاد تزيد عكبتاد التقل وعكبتاد تزيد ده المسافة بين الخطين الى اي العضلات التالية تنتمي على الياف العضلية او بي مدام بتقل وتزيد بقى فيه انقباض ومساطين انقباض ومساطين تمام يبقى نقدر نقول بيقولك كل عضلة فيها منفصلة ده مش لنفس العضلة يبقى لازم يبقى عضلتين واحدة تنقبض تمام فالمسافة بتزيد سوري فالمسافة بتقل واحدة تنبسط فالمسافة بتزيد يبقى لازم عضلتين عكس بعض العكس بعض لو جاب لي مثلا واحدة هنا وقدام واحدة وراها تنفع انما هنا واحدة هنا واحدة لا ده منقبض ده منقبض الاتنين دول منقبضين ماينفعش لازم واحدة منقبضة واحدة منبسطة يبقى ده فائد اللي بعده 36 الشكل المقابل يمثل تركيز ايونات الكالسيا في الدم لأربعة اشخاص سين وصاد وعين ولان اي هؤلاء الاشخاص تمام بيعاني منت تشنجات عضلية مؤلمة او تشنجات عضلية مؤلمة اللي تركيز الكالسيا عنده قليل لما الباراثورموني ايه فين تركيز الكالسيا من القليل الاقل لتركيز اهو هنا يبقى لان تمام لما بيقل بتزيد الكهرباء فيحصل تشنجات عضلية مؤلمة طيب 37 شكل بياني المقابل بيعبر عن كمية حمض اللاكت او بيروفيك بيروفيك المتكونة من اجساد حمض اللاكت احنا بنشيل التعب العضل في عضلة الفخد لأربعة لعبين بعد فترة ثمانية من الراحة عقب التمرينات الرياضية اي البدال التالية مثل ترتيب اللاعبين او اللاعبين تصعوديا من حيث شدة الاجهد العضلي قبل الراحة بكس كده مع بعض ده كمية حمض البيروفيك عايزين تصعوديا يعني من القليل الكتير من الاقل الاجهد الى الاكبر الاجهد اللي هيتكون عنده حمض بيروفيك كتير يبقى كان عنده حمض لكتك كتير يبقى كان مجهد قوي واللي هيتكون عنده حمض بيروفيك قليل هيبقى كان عنده حمض لكتك قليل يبقى كان تعب قليل طيب حيث شدة الإيجاب. أقل حاجة اللي عنده بيروفك قليل. دي. بعد كده بي. وبعد كده سي. بعد كده اي. دي بي سي اي اهي. تمام. خش بعد كده على ثمانية وتلاتين. صح صح كده عشان أردنا نخلص الاختبار ان شاء الله. شكل المقابل بيوضح وظيفة بعض الغدت في جسم الإنسان. اي مما يلي يمثل نوع كل غدة من هذه الغدت. عندي غدة واحد اتنين ثلاثة. واحد بتتحكم في كمية الماء الخارجة مع البول. يبقى ممكن ده ال اي دي اتش. اتنين بتتحكم في عملية هدم وهضم الكربوهيدروت. تلاتة بتتحكم في طول عضلات الزراع والساق. عضلات الزراع وعضلات الاي الساق. طيب. اي مالي مالي يمثل نوع كل غدة. الاولى اللي بتاع ال اي دي اتش. ينفع نقول عليها غدة صماء. اكيد. يبقى دي او دي. تمام. التانية بتتحكم في عملية هدم وهضم الكربوهيدروت. يبقى تنفع. تمام. تكون البنكرياس غدة مشتركة. ينفع تكون. وطبعا ده الحاجة الامثل. العسارة البنكرياسية فيها الانزيمات الهضمية الكربوهيدروت. هذه غدة مشتركة. الاخيرة بتتحكم في طول عضلات الزراع والساق. ده هرموني النمو. يبقى غدة صماء غدة نخامية يبقى بين. تسعة وتلاتين. ادرس الشكل الذي يمثل احد مفاصل جسم الانسان ده مفصل زلالي محدود الحركة حدد النتيجة المتوقعة ده حدوث التواء عنيف في المفصل. بيحصل على طول تمزق في الاربطة. فين الرباط؟ طيب. ده كده غضروف لو رقم واحد ملوش علاقة. ورقم اتنين مش روباط. تمام? الرباط بيربط ما بينها عضمة وعضمة اللي هو رقم اربعة. يبقى تمزق التركيب رقم اربعة. ده ليه. لان فيه خلايا حارسة. انما الجزء العلوي مفوش خلايا حارسة. مفوش فتحات الثغور. طيب اي الخلايا اللي موضحة بالرسمة تمتلك او لو فيه بولية تمتلك دعامة فسيولوجية فقط. اكيد مش البشرة. اكيد مش ايه? تمام? يبقى ينفع يكون اللي موجودين هنا خلايا برانشيمية. تمام? يبقى انا عندي خلايا يقامة البيضة دي. يقامة اللي عليها زي تغلض هنا. هيبقى مين فيهم? اللي بيمتلك دعامة فسيولوجية فقط بدون تركيبية. لو احنا يجينا بصينا هنلاقي ان سي عندها اماكن كده تغلض ومساوي بشتريلوزي. يبقى دي خلايا كلانشيمية. اما بي ما فيش عليها تغلطه. اللي مالده ايه? يقولك لا ده الجدار الخلايا عادي. يبقى بي. اللي هي خلايا برانشيمية اللي هي لا فيها الفسيولوجية فقط. طيب. بعد كده عندنا رقم واحد واربعين. الشكل اللي مقابل بيوضح قطاع عرضي في احد اجزاء الجسم. تمام. عندي زي الرئة والرئة. وده الفقرات. تمام. بعد كده الاعضاء. اي البدالة التالية تعبر عن التركيب سين. اللي هي الفقرة. طيب. ومش ده رئة ورئة. يبقى ده في مستوى الصدر. يبقى ده فقرة ظهرية. تمام. دي و دي. طيب. الخصاص بقى. متمفصلة وتتحمل ضغط اقل من القطانية طبعا. قطانية تحتها تتحمل ضغط اعلى. منفصلة واكثر عرضة للانزلاق. لا القطانية اكثر عرضة للانزلاق. يبقى ده. ايه? لليوم. ركز. عن تركيز ال اي دي اتش وكمية البول. حجم البول في اليوم نتيجة الفحص سبعة لتر. والمعدل والطبيعي من واحد لتلاتة لتر. يبقى ال اي دي اتش قليل. تركيز ال اي دي اتش في الدم كان اتنين وتلاتة. تمام? والطبيعي من واحد ونص لاتنين ونص. يبقى المفروض ده كده نورمان. قال له. ثم ايه المشكلة? ايه اللي ما خلي نتيجة البول. حجم البول كتير قوي كده. استنتج من هذا الشخص ايه بقى? ان ال اي دي اتش موجود بس ما بيشتغلش. يبقى هل فيه خلل في الفاصل الامامي? لا ولا الخلفي. فيش خلل بيفرز. بس ومالاش علاقة بخلايا الف خارز جلوكا جول. يبقى بالاستثناء بقى الاخيرة يعاني من نقص عدد مستقبلات ال اي دي اتش او. يبقى ال اي دي اتش مستقبلاته مش موجود. بيطلع بس هو مش ايه مش بيشتغل. طيب. نيجي بعد كده. تلاتة واربعين. الرسم المقابل يوضح التغيرات في اطول المناطق المختلفة. في الليفة العضلية. اثناء عمل العضل. ادرس الرسم ثم اجب. اي المناطق تحتاج للخيوط البروتينية الرفيعة فقط. ليه طولها بيقل. ويزيد. صح. طيب. اللي بيقول لي ويزيد. ينفع ده. وينفع ده. بس بالنسبة للطول. هل هي طويلة قوي? لا. مش طويلة قوي. وصيّرة في الطول شوية. وقارتها مرخيوط التاني. ما انا عندي هتبقى صوت. طيب. بعد كده يا الله. نيجي بعد كده هون. ادرس المخططة الذي امامك. اي مما يلي مثل التاثير المباشر للمادة واي. على جلوكوز الدم. طيب تطلع من الغده مشتركة وتروح لغده مشتركة. والغده المشتركة دي. تطلع هرمون يروح لغده مشتركة تايما. اللي طلعت المادة واي. من بقى بمثل التاثير المباشر للمادة واي. طيب. لو قلنا. الله مصالح على محمد. يعني خطط تركيز الجلوكوز يرتفع تركيز الجلوكوز. لا تؤثر على تركيز الجلوكوز. المادة واي. نقدر نقول بترفع جلوكوز الدم. فتحفز الغده المشتركة انها هتطلع الانسولين. تمام. يعني نقدر نقولها من هذا القبيل. ايه رأيك. لا بصة حبيب. عشان نقدر نضبطها كويس لان الانسولين ما بيرحش اصل على غده مشتركة. نقدر نقول ان المادة دي عبارة عن العسارة البنكرياسية. اللي بيبقى فيها بقى الهرمونات اللي بتخضم النشو. او بتخضم عموما الكرباهيدرات. فتدي لجلوكوز. يبقى المادة واي دي هتعلق جلوكوز الدم. تمام? طيب. المفروض مين الهرمون بقى اللي بيحفز الغده المشتركة? الغده دي عبارة عن الغشاء المخاطي المبطن للاثنى عشر. مين اللي بيحفزها هرمون? اللي هو السي سي كي والسي كورتين. تمام? ده فعلا بيرفع جلوكوز الدم لانه بيكسر الكرباهيدرات وبعد كي يساعدها على الامتصاص. نجي بعد كده ليه? لسئلة المقالية خمسة ستة اربعين. صورة ماكروسكوبية لعضلة هيكلية. ما الرقم الذي يشير للمنطقة التي تتكون من نوعين مختلفين من الخيوط البروتينية? ليه المنطقة? الداكنة. منطقة داكنة دي ليه من اول المايسين الى اخر المايسين. هستطيع يكون لها فيها اكتين ومايسين. يبقى رقم اثنين. طيب. تغيرات الميكانيكية التي تتحدث في جزء رقم اربع. ليه القطع العضلية المسافة بين خطي الزد. تعتمد بشكل اساسي على احد السكريات غير الذائبة في الماء. فما هو؟ سؤال جميل ومحتاجك تفكر فيه. لو انت ما فكرتش كتير واعدت تعصر دماغك والله يجيبها بالحظ. انما باللفظ اللي موجود انك تحاول تجيبها مش هتعرف. لان انت هتقعد تقول سكريات 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 غير ذائبة مش فاكل حاجة زي كده. ايه سكر جلوكوز لا يحبيه ذائب فراكتوز ذائب او ما ليه. مين بقى اللي بي اعتمد عليه العضلة في الحركة مخزن الطاقة بتاعه اللي هو الجليكوجين. بيدي لي جلوكوز بعد كده. يبقى ده عبارة عن كاربوهيدرات غير ذائب. مفروض يقولها الكاربوهيدرات مش سكريات. تمام. طب هتقول لي ما هو اصلا سكر مدخر فانو لا عايز سكر يتماشي. بس انت ماشي هتعرفها باللفز ده. يبقى الجليكوجين. بعد كاس 46 الشكل المقابل يوضح تأثير الغدة نخمية على بعض الغدد الصماعي الاخرى. تطلع هرمون الوتي سيتش للغدة الدرقية. وتطلع لالقشرة الكذرية. وتطلع تمام. دي المناسل اللي هي الف سيتش والالالتش. للخسية. اي الارقام على الرسم تمثل الهرمون او الهرمونات التي تتكاوى من المواد الدهنية. المواد الدهنية اللي بيطلعه من الخسية. اللي بيطلعه من الخسية. اللي هو الاتستستيروم. يحافظ على توازن المعادن بالجسم. تمام. مستوى المعادن يعني زي الكالسيوم. وزي السوديوم. تمام. نقدر نقول اللي بيحافظ مثلا على السوديوم الالدستيروم الخمسة. واللي بيحافظ على الكالسيوم الكالسيتونين اللي بيطلع من الدراقية ينفع نقول خاليها خمسة وستة. كده نقدر نقول خلص الاختبار بشكل كامل. نلقاكم ان شاء الله على خير بعد ما نراجع التكاثر والمناعة هنحل الاختبار اللي جاي. ولكن بكرة ان شاء الله هنحل الاختبار التاني. اللي هو من الاختبارات الشاملة اللي على المنهج. نلقاكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.